السلام عليكم احسن عائلة في اليوتيوب. كنت منا تكونوا بخير وبالف خير. كيف ما عودناكم ديالكم ديما كان هادروا على جديد الهجرة. وكيف ما عرفتم وكيف ما سمعتموا مؤخرا اه كندا ابتداء من الفين وستو وعشرين غادت صعب شوية الهجرة. اه وذلك راجع الى اه اسباب متعددة اللي غنجبت جوج دي الاسباب رئيسية. اه السبب الاول هو اه العدد الكبير ديال ديال اللاجئين اللي كيدروا الطلبات وكيجوا بالضبط المقاطعة ديالكيبك. هاتشالش غي حاولوا ينقصوا من هاتطالبات. السبب تاني هو مشكل ديال السكن. والسبب تالي هو المشكل ديال الاكتداد اللي كين فليزو بيتو. وهذا ما شو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم كيهدر الى احسن واسهل الطرق للهجرة الى كندا. ها جمع كتشوفوا القضية غادو كتصعب والامور غادو كتتعقد ابتداء من الفين وستة وعشرين ولكن ما زال الامال. احنا كيفما كتعرفو بقى لنا الفين وربع وشرين و الفين وخبسة وعشرين. وكيفما كتعرفو من دام اجتهاده بلاغه التوفيق. وهدي مقولة معروفة يعني كل ما اجتهدتي وبقيت كتابر في اجتهاد ديالك الاو كتوصل الى هدف ديالك. وآآ البرامج ديال الهجرة كيفما كتعرفو ولا فاميديالي متعددة. وغادي نجبد لكم الاسماء ديالهم وغا بدو باول واسهل واحسن برنامج للهجرة. وهدي بالنسبة للعمال المهارة هو الدخول السريع. إذا كانت عندك عائلة وعندك عندك وعندك متحان دياللغة حاول تسجل في اقرب فرصة للدخول السريع وغادي يكون حضوضك اكبر انك تاخد الاقامة الدائمة. وهدي بالنسبة المقاطعات اللي هما خارج كيبك. البرنامج التاني اللي آآ كيبال لي من تاني احسن البرامج هو اللي فاش كتقدم كتدير الطالب ديالك وكي على حساب النظام دياللي بحالو بحالو وهاد اريما كيجيب المقاطعة ديالكيبك حيات كيبك النظام دياله مختلف على المقاطعة الخريع. دونك هنا سألنا مع البرنامج الاول اللي انغلوفون والبرنامج التاني اللي هو يا اريما. آآ البرنامج آآ التالت اللي غدي نضر لكم عليه هو البرنامج الهجرة الى الاقالي والغورة. اللي دي جادرت لكم اللي فلوغ آآ برنامج ديال لي غيجون اللي زون غيغال. هادة جاوا برنامج زوين ار ان اي بي. خصك تقدر تحصل على عقد عمل وممكن انك تبوستولي في واحد من هاد البرامج. آآ الفرق ما بين هاد البرامج ديال آآ الاخالي والقورة. البرنامج الرابع هو 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 البروغرام ديميغراشن كندا اتلنتيك. هادة باش كيجي البرنامج ديال موبيلتي الفرق ما بين هاد البرامج و الدخول سريع و قريمة هو ان هادو باش تبوستولي في هاد البرامج خصك شكون ديجا حصلتي على على يعني كيجيك الرد من عدد دك المشغل اللي كتسافتلي. متالي مشتي البروغرام ديال ديزون غيغال آآ اللي درجة 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 للي فيديوهات قدرت تحصل على العقد عمل مزيان ممكن انك بغلاسوية دماندي تاخد آآ الاكسبتاشن باش تجيب الاقامة الدائمة. البرنامج الاخر هو بروغرام ديميغراشن كندا اتلنتيك يعني الهيجرة الاطلسية. والاخر هو البرنامج ديال موبيلتي فرانكوفون. هادو برنامج زوينا انجلوفون ولكن تحصل على العقد عمل قبل من تبدأ البروزيدور باش تاخد الاقامة الدائمة. ها هنا القادية غا تقول لي يونس انا يا راك يقلب وما كنلقاش اه ديجا بوستوريت اغوش ادعوات لا. كان بغي نطمئنكم على. هنخلي لكم في صندوق الوصف. اه جوج ديالي فيديو. كيقول لول كيوري كيفاش تلقى اوفر دامبلوة في قيشي دامبلوة. والتاني كيوري كيفاش تقدر تلقى اوفر دامبلوة في واركو بوليس. وخصيك تعرف باللي. اللي كيتوفقه في السنة الاولى انه كين الناس اللي قدروا يحصلوا لعقود عمل اه اولى الاقامة الدائمة من السنة الاولى. وكين اللي اه خصوا سنوات يعني اه كتلقى كيد فالسنة الاولى والسنة التانية حتى للسنة التالت هذا مش كيتوفقه. بحالي انايا. وكين شو واحدين اللي خصوا مع وتاني واحد مدة طويلة. هاتشي لاش حنا ما نشوفو الناشط السلبيين نبوستولي ونجرب حظيه. انتم ما كنتشوفوه هناك تغادي معليمه بيا. والاخر اه هذا كان قررت هاد البلاصة. يمسكيني دازت ويتجيب الربحة. اه انتم ما كنتشوفوه دار كنت ساري غير في بارك اللي حدى الدار. وكن نصور لكم هاد المنادير باش كتشوفوا على ان كندا را ما فيهاش الاكتئاب. وكيف ما كنتشوفوه انتم ما كنتشوفو الناس كيدلوا خارجين كيدلوا الباتيناج. تعال خلص سريتاك سراها فين كيمشيو لك اخوتي. دونك اه كيف ما كتقولو كيف ما كيقول المتال يخسروا المرء جاهده اذا بدأ بالعملي ولم يقم باتمامه. الواحد بديتي في العمل ديالك حاول تبقى غادي جس كبو باش تكملو. وحنا دابا انتم ما كتشوفو هادرنا على احسن البرامج. ودابا نقول لكم طب دير هاد البرامج وما هاد الجوج. وقريمة. ويلا كانت عندك زيانة كتشيل الثلاثة الخرين اللي هما الهجرة الاطلسية والاقاليم والقولة. وده بغن هادروع للحل الاخر. الخرين اللي غيقولوا لي حقايونس احنا يا بغن نجيو على طريق او للدراسة. وي ممكن وهي نغل هادر للمقاطعة اللي انا فيها. فاش كتجي عن طريق عقد عمل او عن طريق الدراسة. فاش كتكمل سنتين. من بعد ممكن انك تدفع في الو بروغرام ديكس بيكواز. وتاخد الاقامة الدائمة. انتم ما كتشوفوا القوم ورا اخوتي راكين ده بحاليا اكتر من تلتمية مغربي عاطل عن العمل. اذا كان تلتمية مغربي في مغرب اللي احنا يا اه تمانين وتلاتين مليون نسمة. الجزائر اللي كتر منا. غا تكون كتر من خمسمائة الف. الدراسة غادة في الخسرين احمدي. تطبيب. بابين كلينيك وكلينيك تلقى كلينيك. اما سبيطر العمومي راكم عارفين الايجابية اللي فيه والتزهيدات اللي كلها متوفرة. فيما يخص اه الدراسة لها السنة ده السنة سنة بيضاء. هاد شي لاش اخوتي يقطع السيف بحده ويسعى المرء بجهده. خاص الانسان اه يوصل الهدف دياله. وانا كنقول لكم هاد الشي باش نحفزكم على الهجرة. كندا باغية خمسمائة الف مهاجر هاد السنة. وبالنسبة الناس اللي كيجوا عن عن طريق الدراسة. كل سنة كندا كتجيب اكتر من تسعمائة الف مهاجر عن طريق الدراسة. واربعين في المية بالناس اللي كيجوا عن طريق الدراسة هنود. علاش اخوتي المغاربة وليزالجيريا ما يجوش تاومايا ويكتروا من الحضوط ديالهم. عقود العمل في سنة الفين واتون وعشرين. كندا استقطبات اكتر من سستمائة الف آآ مهاجر عن طريق عقود عمل. وفي سنة الفين واتلاش وعشرين اكتر من سبعمائة وخمسين ارف مهاجر. وانا فش نقول لكم احصائية ترى مش يجيبها من عندي. احصائية جبتها من سيد الحكومة الكندية. هاتشي الاش اخوتي كنبغي دي ما نحفزكم نقول لكم ما زال ما زال عدنا الهوتا عدنا مازال دوميل فانتكات يعني هاد السنة وعدنا مازال دوميل فانتسانك كينا اللي هي كتجي فيزا سياحة وكتسوي الوضعية. وانا كنتمنى لكم ان شاء الله انتم كاملين اللي كتفرجوا فيا اه ربي وفقكم في مشروع الهجرة ديالكم وتقدروا ان شاء الله تجيو وتقدروا امور ديالكم. والناس اللي راها دي جدا فى وخرجت لها الغزي دانس بغمانونت او للسي اسكو ولوصلت لها فيزيت ميديكال صفرو على راسكم. قريب ان شاء الله تجيو وتسيبوا الوضعية ديالكم وتاخدوا لكارة ديال غزي دانس بغمانونت ديالكم. والناس اللي مازال على هكا الدفاع خاصتكم ديما تفقوا ايجابيين. لانسان اللي ما جاش هاد العام هادا غادي العام الجاي. خاصتنا انجازات بدون تضحيات. هاد شي عالاش خصنا نضحيه خصنا نديره اللي علينا. والكمال كيبقى على الله سبحانه وتعالى. حيث الواحد واللي يدير السبب وما نقنطوش من الرحمة دي الله سبحانه وتعالى. عندما ما كتشوفوا الامور آآ وخليفير الناس كتخرج كتدير دي زاكتيفيتي وانا ديما كن بارتاجي معاكم دي فيديو ما تنسوش اخو تتابونوا معنا فلاشين باش العائلة تكبر ما تنسوش تخليوا لي واحد جيم تخليوا لي واحد لايك وتكمنتوا لي الفيديو وحبكم في الله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى وفقكم في مشروع الهجرة ديالكم ديما الموتيفاسيون ديما الكوغاج وما يخلعوناش احسن اهلا في اليوتيوب.